موسيقى السلام عليكم مشاهدين اهلا بكم الى نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوين موسيقى صندوق النقد الدولي يحذر من تآكل الاحتياطات المالية للسعودية ويدعوها الى تبني اصلاحات مؤلمة موسيقى رئيس الحكومة العراقية يؤكد قدرة بلاده على تجاوز الازمة المالية النتيجة عن انهيار اسعار النفط موسيقى وفي النشرة ايضا النافذة اليومية على اقتصاد ايران حمالات خارجية تروج للقطاع السياحي وامال برفع مساهمته في الدخل القومي موسيقى اهلا بكم حذر صندوق النقد الدولي من تآكل الاحتياطات المالية للسعودية داعيا الى تغيير السياسات المتبعة الصندوق حذر من صرف النظر عن مجموعة من الاصلاحات الضرورية وتبني مجموعة من الاصلاحات المؤلمة بحسب وصفه للحد من تزايد عجز الميزانية في ظل تراجع المدخيل النفطية الى اقل من النصف خلال عام واحد العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن ان يؤدي الى تآكل سريع في احتياطها المالي خلاصة تقدير اعده فريق من صندوق المقد الدولي عقب لقاءات اجرها مع المسؤولين في المملكة الصندوق دعا الرياض الى التكيف مع تراجع اسعار النفط من خلال تبني مجموعة من الاصلاحات المؤلمة في مقدمة الاصلاحات يأتي تقليص الدعم عن الوقود لتوفير نحو 17 مليار دولار سنويا من اصل 60 مليار تخسرها السعودية لدعم البنزين والديزل الاصلاحات تتضمن ايضا تحسين كفاءة استخدام الطاقة للحد من الاستهلاك المتنامي للوقود والكهرباء ومصادر الطاقة الاخرى الصندوق دعا كذلك الى توسيع الارادات غير النفطية من خلال ضرائب الاراضي والقيمة المضافة ومراشعة النفقات الجارية وخفض فاتورة الرواتب الحكومية ويتوقع التقرير ان يرتفع العجز في ميزانية السعودية خلال العام الجاري الى 19.5% من الناتج المحلي الاجمالي اي ما يعادل 130 مليار دولار على ان يتراجع في خلال السنوات المقبلة الى نحو 9.5% اي ما يعادل 80 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 معدل النمو المؤشر الوحيد الذي لا يتوقع صندوق النقد ان يتأثر بتراجع اسعار النفط على ان يسجل 28 في الالف هذا العام و24 في الالف العام المقبل تقرير صندوق النقد يخلص الى ان العجزة المالية في السعودية يتزايد على نحو كبير مرجحا ان يبقى مرتفعا على المدى المتوسط وهو ما سيؤدي الى تآكل سريع للاموال التي جرى تجميعها طوال السنوات العشر الماضية اعلن وزير النفط القطري محمد السادة انه تجري حاليا دراسة الاختراح الذي قدمه الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو بعقد قمة للدول المصدرة للنفط لدعم الاسعار المتدهورة وقبيل اجتماع لوزراء النفط الخليجيين في الدوحة قال السادة ان منتجين نفط الخليجيين سيواصلون الاستثمار للحفاظ على امدادات عالمية مستقرة من الطاقة اكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قدرة بلاده على تجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط مشيرا الى ان انخفاض وضع العراق امام اختبار صعب وقال العبادي في كلمة القاها خلال انعقاد الورشة الاولى لتنفيذ الاصلحات الاقتصادية ان انخفاض اسعار النفط ادى الى خفض الارادات بنسبة كبيرة وزاد الامور المالية سوءا ولسيما في ظل اجواء الحربي ومحاربة الارهاب والتكاليف المدية الباهظة ولهذا ورثنا اليوم حالة عندما انهارت اسعار النفط بشكل كبير واحنا اليوم موازنتنا بكدود 45% مما كانت عليه في السنة السابقة هذا الهبوط الحاد في اسعار النفط وضعنا امام اختبار صعب وهو كيف يمكن ان نسير الدولة مع هذه الارادات الضعيفة جدا خصوصا اذا عرفنا ان نسبة الرواتب والتقاعد الى نسبة الانفاق نسبة جدا عالية واليوم نواجهها الحقيقة اضافة الى خدمات اساسية ممكن ان نستهين بها مجمل خدمات الصحية خدمات العامة للمواطنين تسعى ايران الى تعديل اتفاقية تصديرها الغاز الى العراق من اجل زيادة الكميات المتفق عليها بين البلدين ورفعها من 25 مليون متر مكعب الى 35 مليون ستنطلق عملية تصدير الغاز الايراني قريبا حيث سيجري تصدير نحو 4 ملايين متر مكعب كل يوم على ان تزداد الى 35 مليون فيما تزود محافظة البصرة بخمسة ملايين متر مكعب كل يوم العام المقبل لترتفع بعد ذلك تدريجا تتفاوض السعودية والكويت كطرف واحد مع ايران بشأن ترسيم الحدود المشتركة للدول الثلاث بعد خلاف النشب بين ايران والكويت بسبب حقل الدرة النفطي وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت القائمة باعمال السفارة الايرانية لديها واستلمته مذكرة احتجاجية بسبب اعلان تهران تطوير جزء من حقل الدرة الذي تسميه اراش ونشب خلاف بين الكويت وايران الشهر الماضي بسبب هذا الحقل حيث ابدت ايران رغبة في بدء الاستثمارات والعمل في الجزء الذي تشرف عليه في نافذتنا اليوم على اقتصاد ايران بعد اتفاق فيينا نطل على القطاع السياحي فايران تسخر بالاماكن الطبيعية والاثرية لكن قطاع السياحة فيها لا يبدو مساهما بنحو كبير في دخلها القومي انجاز الاتفاق النووي وترافق ذلك مع حملات دعائية ايرانية في الخارج رفع التوقعات بانتعاش قطاع السياحة حازم كلس يقولون هنا في ايران ان ما يميز البلاد هو انه بامكانك عيش الفصول الاربعة في وقت واحد ليس هذا فقط فايران الامبراطورية القديمة تزخر بعشرات الاماكن الاثرية من شيراز الى اسفهان وغيرهما وتزدان مدنها بالعديد من النماذج المعمارية الاسلامية الفريدة والتي وضع الكثير منها على قائمة التراث العالمي هذا بالاضافة الى المراقد الدينية لكن رغم ذلك فان اقل من ستة ملايين سائح يزورون ايران سنويا رقم متدن يرجعه المراقبون الى ترويج اعلامي ضد ايران فرضته عوامل سياسية وصعوبات فرضتها العقوبات صورة يبدو انها ستتغير بعد اتفاق فيينا الذي ازال العقوبات عن البلاد وغير صورتها في العالم اجرينا مباحثات اولية مع عدد من المستثمرين والشركات الفندقية الدولية الراغية في الدخول الى ايران ونتوقع ان يشهد قطاع السياحة قفزة نوعية خلال المرحلة المقبلة حوالي 7 مليارات دولار اي ما يعادل 2% فقط من الدخل القومي الايراني يدرها قطاع السياحة على ايران قطاع افتقر حتى اليوم الى الاستثمارات الاجنبية لكن الاتفاق النووي فسح المجال امام شركات الفنادق العالمية للدخول الى هذا القطاع بعد عقود طويلة من الغياب عن البلاد واستخطة لبناء 400 فندق من فئة الخمس والاربع نجوم خلال السنوات العشر المقبلة ورفع عدد الوافدين الى 20 مليون سائح حتى عام 2025 السورة التي ترسم لاي بلد هي المؤثر الاول في جذب السياح فالسائح يحتاج الى الهدوء والراحة والى المكان الجميل كما ان عوامل كثيرة منها سياسية تؤدي دورا في رسم هذه الصورة واذا كانت المراقد الدينية الاكثر استقطابا للوافدين فان ايران تراهن ايضا على ما تسمى بالسياحة الحلال وهي تقديم الخدمات السياحية وفقا للمعتقدات والممارسات الاسلامية كما انها تتخذ خطوات لتسهيل السياحة ابرزها الغاء التأشيرة لمواطني عدد من الدول والتخطيط للبدء بنظام التأشيرة الحرة لمواطني اكثر من ستين دولة ازدياد واضح في عدد السياح تشهده ايران هذه الايام والتوقعات تشير الى استمرار ذلك في ظل اهتمام يحظى به القطاع السياحي بعد ان بات قطاعا يعول عليه كباقي القطاعات الاقتصادية حاسم كلاس طهران الميادي تخطط روسيا لبيع اسلحة ومعدات عسكرية خلال العام الحالي بمعدل لا يقل عن مبيعاتها للعام السابق والبلغة نحو 13 مليار دولار بالرغم من العقوبات الغربية التي تستهدف قطاع الدفاع الروسي وللمقارنة بلغت صادرات الاسلحة الروسية عام 2013 نحو 15 مليون و700 ألف دولار حيث تعد روسيا البلد الثاني في العالم على صعيد بيع الاسلحة بعد الولايات المتحدة وتمثل 27% من حجم صادراتها بإمكان ألمانيا تمويل التصدي لأزمة اللجوء بدون تقليص الخدمات للمواطنين أو زيادة الضرائب هذا ما أكده نائب المستشارة الألمانية أنجلا ماركل ووزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريال وقال جابريال إن بلاده التزمت نهجا في السياسة الاقتصادية وسياسات التمويل ولم تتلقى أي ديون جديدة ما بدأ يؤتي ثماره حاليا وبالنظر إلى زيادة أعداد اللاجئين في ألمانيا دعا جابريال إلى البدء بتدريب اللاجئين بالتعاون مع النقابات والأوساط السياسية لدمجهم في سوق العمل قضت محكمة ألمانية بأن ينيا طيروا شركة لوفت هانزا للطيران إضرابهم الذي أسفر عن إلغاء نحو ألف رحلة جوية في ألمانيا الإضراب يأتي في إطار خلاف بشأن مستحقات التقاعد والأجور بدأ منذ عام ونصف هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر